الأطفال مفخخات متنقلة للجماعات الإرهابية المبدأ بالنسبة للأولاد أن يفجروا عن بعض فحوص الحمض النووي لإهالي العسكريين المخطفين بين السلبية والانتظار أبلغت عبر مصدر بالمستشفى العسكري أنه هاوض العينات مش لإننا نحن نحن بانتظار هذه النتائج اللي ممكن بعد تاخد يومين ثلاثة أربعة ممكن تمد لأسبوع استقبلوا العمل جديد وفق الطريقة الشرعية اتفاق جديد لاستكمال جلاء المدنيين من حلب اشتركوا في القناة عيدت حكومة وقف التنفيذ وترنح التأليف إلى أجل غير مسمى مع رضوخ المعنيين لشروط التوزير وشهية المستوزرين المفتوحة على حنكيها وفكيها ولا غرابة في أن يستغرب حزب الوطنيين الأحرار ذي النائب الواحد من عدم تمثيله وزريا بعد أن أعطى أصحاب الدولة وجها مرنا لتوسعة الحوض الحكومي بحيث نتوقع غدا أن يعلو صوت حزب التضامن لصاحبه أمير الرحمي المبني على العضو الواحد ليلحق به كارلوس إدي الذي لا يلوي على صوته سواء في البرلمان أو في ساحات الخطابة وقياسا على الأمثال اللبنانية فيا فرعون من فرعنك وحتى أن هذا المثل بالتحديد لم يجد هوية لاسمه بعدما ضاع وزير الأشرفي ميشيل فرعون في الانتماء السياسي فلهو للقوات وليس مستقبل والاتهامات بالعرقلة متوزعة ومتشعبة لكن المايسترو فيها هو الرئيس نبيه بري الذي قال إننا اتفقنا مع الرئيسين عون والحريري على حكومة ثلاثينية ثم تراجعوا تحت عنوان أن الحكومة انتقالية وسأل بري لماذا يريدون التكرم علينا بإعطائنا وزيري دولة هم يحاولون من خلال ذلك إعادتنا إلى عهد الباكوات وأكد بري أن المشكلة ليست عندنا فلا يستفزوني ويدفعوني إلى أن أعلنها صراحة والمشكلة ليست كذلك عند القوات فهي إذن عند من؟ أغلب ظن أن العرقلة لم تخرج من دائرة رئيس المجلس الذي خلط السماوات بالأبوات اتفق على الثلاثينية ثم فاوض على العشرينية أهدى المردى حقيبة الأشغال على أمل الخلاف بين القطبين المساحيين وافق على القانون الانتخابي المختلط ثم طرح النسبي في محاولة لحشر سعد والعهد وضرب عصفرين بقانون واحد لكن إذا كان الرئيس سعد الحريري يهدف فعلا إلى نزع الفتيل الانتخابي والحكومي معا فهو أمام الموافقة على السير بالنسبية الكاملة التي أوهما بأنها في غير مصلحته ليجعلها ممرا إلزاميا لكل مساره السياسي وعندها سوف يلمس بالانتخاب المشهود أن القانون النسبية ليس عدوا للمستقبل بل طريق عبور لقوى سياسية ليست ضده لا بل ممكن أن تكون معه وتحت شعار التغيير الذي ينشده العهد فالنسبية حل إذا ما تقدم عشرة نواب باقتراح قانون معجل يفرض على مجلس النواب وهذه مهمة قد يطلع بها نواب من التيارين البرتقالي والأزرق حتى لا يبدأ العهد مصابا بشلل التمديد أو في أحسن الأحوال بقانون الستين الذي صنفوه ميتا فإما الاقتراح النيابي من عشرة أعضاء أو السير وفقا للدستور الذي يقول بالنسبية والمحافظات وعندها يتم إلغاء السبعة عشر لغما من مشاريع القوانين التي وضعها رئيس المجلس على الطاولة لتكبير الحجر حتى لا نستطيع الرمي به هذا الكلام استفز النائب هاني قبيسي الذي طلب الرد فأعطت قناة الجديد منبرها للنائب المحترم ليرد على ما جاء في المقدمة من مواقف سياسية إلا أنه اتبع أسلوبا سفيها كان أسوأ من الرصاصات الثلاث والعشرين التي أطلقت على مبنى مجموعة تحسين خياط قبل أشهر الكلام النابي الذي خرج من نائب غير حريص على أدائه السياسي فكيف يمكن له الحرص على مشاعر الرأي العام إن قناة الجديد التي تمنح حق الرد لكافة شرائح السياسة والاجتماع والإعلام كانت تفترض أن النائب قبيسي سيكون على مستوى هذه الشرائح ويرد بالسياسة الواردة ضمن المقدمة وليس بالاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل فالجديد سمحت القبيسي بالدخول على النشرة علنا نستفيد ويستفيد المشاهدون من رأيه في موضوع قانون الانتخاب الوارد ذكره في المقدمة لكنه ظهر على شكل مبتذل يهدد ويتوعد ويتحدث عن قضايا غير ذي صلة لكأنه يعتقد أنه محارب على جبهة تبدو نسبة فشل العمليات الانتحارية التي كلف أطفال بتنفيذها أكبر من نسبة فشل تلك التي ينفذها بالغون فغالبا ما يخاف الأطفال ويترددون قبل التنفيذ أول عملية انتحارية نفذها طفل كانت في العراق عام 2007 أما في سوريا فأول طفل فجر نفسه كان في الرقة عام 2014 دوّم فجار أمس داخل أحد أقسام الشرطة في حي الميدان في دمشق ليتبين أنه ناجم عن تفجير طفلة في الثامنة من عمرها مزنرة بحزام الناسف هذه الطفلة لم تكن الأولى التي تستخدم في هكذا عمليات تفقيخ للأولاد واستعمالهم كمتفجرات بدأت هي بالعراق 2007 سبعة بشكل كبير ومكسف بعدها خفت شوي ثم استمرت في العراق السورية بشكل ما وبطالبان بشكل كبير جدا بوكو حرام كمان بشكل كبير المبدأ بالنسبة للأولاد أن يفجروا عن بعض أكثر من أن يقوم الطفل بتفجير نفسه الآن الولد يمكن حطوله حزام ناسف يقوله روح له المكان وهو الولد مش عارف أنه حيكون ضحية هذا الهراب استغلال الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية لم يقتصر على تدريبهم في مخيمات عسكرية إنما تعداها ليصل إلى حد تحويل أجسادهم إلى مفخخات متنقلة تفجر عن بعد من دون أن يمتلك الطفل قرارا في تحديد عدوه تجنيد الأطفال سهل جدا لأنه الولد مطيع بطبعه وخاصة أنه أنت عم تعطيه شعور بالقوة استعمال الأطفال هو استعمال استراتيجي أكثر منه مجرد تكتيكي على الأرض ما أحدا مثلا منها بفكر إذا شايف ولد على الطريق إنه حيفجر حاله العمليات الآن حتى الآن ثلاثة أربع عمليات ليست بعد على شكل كبير لكن مع المعطيات الجديدة اللي عم بتصير ممكن أن تتحول هذه الأمور إلى استعمال تكتيكي أيضا يوميا لم تكتفي الحروب بسلب الأشياء الجميلة من الطفولة بل حولتهم أيضا إلى آدات قتل مرعبة هند الملاح قناة الجديد رد رئيس تيار التوحيد العربي الوزير السابق بأموهاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نائب طلال إرسلان موضحا أن مشكلتنا ليست في المياه العكرة وما يصطاد فيها بل بمن يفوش على شبر ماء وقال سكتنا طويلا ولكن مئات السنوات في الزعامة قد تدين البعض ولا تنصفهم لأنهم لم يفعلوا شيئا للدروز ففي علي فقط عارف النكد أمام أقام مؤسسة سائلا هل تعتقد بأن الدروز فقط للهوبر والاستغلال لقد علموا أولادهم وأصبحوا أهم من قياداتهم وتوجه وهاب إلى إرسلان الحمد لله أنك استفقت منذ يومين وأنت وغيرك لتطلق تصريح من باب رفع العتب ولكن يبدو أن البعض لا يغجل وأشار إلى أنه في الشوف رحم الله الشيخ أبو محمد جواد الذي أنشأ العرفان ورحم الله الشيخ محمد أبو شقرة الذي أنشأ مستشفى عين زين ودار الطائفة دعيا إرسلان إلى أن يخرج من العقد ومعركتك ليست معي بل مع الذين يأكلون حقوق الدروز ويدعونك لأخذ الفتات وأضاف وهاب لا تستمر في الوقوف على الأطلال فابن حسين أوباما أصبح رئيس أمريكا وكثر من الدروز شهاداتهم كشهادة أوباما أحبك وأشفق عليك في ذات الوقت وبدل أن تخرج من عقدة المقعد الفارغ تفتح مشكلة معي لأنني طالبت بحق تخليتم عنه ما هكذا تورد الإبليا طلال وكان إرسلان قد أعلن عبر تويتر أنه من غير المسموح لأحد الاصطياد بالمياه العكرة في الحفاظ على حق ومعنويات الدروز من قبلنا أو من قبل وليد بيك ونحن وإياه متفقون في كل الأمور التي تعزز وضع الطائفة ومنها موضوع الحكومة في ظل ترقب نتائج فحوصات الحمض النووي أهالي العسكريين المختطفين لدى داعش مأساتهم مستمرة منذ سنتين منذ الثاني من آب عام 2014 أيقنا الجميع عن المسار الذي ستسلكه قضية العسكريين المختطفين لدى داعش أصعب من مسار أترابهم لدى النصرة في ذاك اليوم المشؤوم بدأت حكاية العسكريين باحتجاز جبهة النصرة 18 عسكريا لبنانيا وتنظيم داعش 11 وبدأت المفاوضات التي تولتها ببعض الدول كما بدأت معاناة أهل العسكريين مع ابتزاز الخطفين لهم وتنفيذ عمليات القتل بحق الشاهدين علي السيد وعباس مدلج تحكمت أكثر من عقدة بملف المفاوضات إلا أن في النهاية خرج المختطفون لدى النصرة بعد أكثر من عام ونصف هنا تعقدت أكثر قضية المخطفين لدى داعش مع انقطاع أي اتصال بالخاطفين فداخل الشيخ وسام المصري بعد هيئة العلماء المسلمين والوسيط القطري الذي نجح مع النصرة وأخفق مع داعش المصري نجح في إحضار فيديو للعسكريين وذكر بعض مطالب الدولة الإسلامية بالإفراج عن العسكريين المخطفين لديها وهي تأمين اللاجئين السوريين من خلال إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تأمين معدات مستشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لمعالجة الجرح والمنكوبين إخراج كل النساء المعتقلات بسبب الملف السوري الدولة حينها أبدت لاستعداد للتفاوض لكن المفاوضات تعثرت من جديد بعدها غب المصري عن الملف ليعود ويتم التداول بأسماء السجناء التي تطالب الدولة الإسلامية بإطلاق صراحهم من السجون اللبنانية فجاءت القنبلة التي فجرها الوزير وإلى أبو فعور أنذاك بنشقاق عبد الرحيم دياب أحد العسكريين المختطفين والتحاقه بداعش ليدخل الملف في سبات لم يحركه سوى خبر العثور على جثث في الجرود وطلب فحص الحمض النووي نحن عندنا أحساس كتير قوي وكتير عندنا أمل كبير بأن هالعينات ما راح تطابق مع الجثث الموجودة أملنا الوحيد والكلمة الصح والصادقة التي نحن ممكن نتعلق فيها ونتمسك فيها أي من اللواء عباس أبراهيم أو عبر قيات الجيش اللي هن معنيين بالعسكريين التسعة والشهيد اللي يرحموا عباس مدلج نحن بانتظار هذه النتائج اللي ممكن بعد تاخد يومين ثلاثة أربعة ممكن تمد لأسبوع نحن ما بدنا نضغط لأنه لازم هذه الأمور تتاخد بشكل وعي علمي صادق لحتى ما يصير فيها لبس أو شيء أي أخطاء راح نتحمل هالوجع تبعنا هي على أمل أنه بدل ما نسمع خبر مسمع مفجع نسمع خبر منية شقيقه المخطوف على الحج حسن الشيخ محمد الحج حسن يكشف للجديد نتائج فخوصات الحمض النووية نحن من المستشفى العسكري أبلغت عبر مصدر بالمستشفى العسكري أنه هود العينات مش لقلنا نحن ما قلنا عليه أنحنا فيه طيب بس شو السبب لحطيلي بعدنا نحن مش عم يصدر أي شيء على الأمن العام يقول لها العائلات هودين أنتم غير معنيين بهذه القضية وأن هذه الفحوصات لم تكن متطابقة الفحوصاتكم أنتم وبالتالي رايحوا حالكم السؤال الذي يطرح اليوم إذا ما صحت فرضية سلبية نتائج الديان أي أين أصبح العسكريون ولماذا لم تستأنف المفاوضات عبر محاولة إيجاد وسيد جديدة وأن ستؤثر المعارك الدائرة في ريف حمص على هذه القضية في لبنان ظاهرة جديدة تقضي باستقبال السنة على وقع الأنشيد الدينية هي الطريقة التي اعتاد العالم على استقبال العام الجديد فيها حيث تنتشر الأعلانات التي تدعو الناس إلى السهر على وقع أغنيات هذا الفنان أو ذك لكن أعلانات من نوع آخر انتشرت في بعض المناطق اللبنانية مؤخرا تدعو الراغبين إلى استقبال العام الجديد بأمسية أناشيد دينية ما ترك انطباعات متنوعة لدى الجمهور ليلة رأس السنة عن لين أمسية أناشيد دينية بتفكري تروح تحضريها؟ ما بظهر برأس السنة ما بارش بتروح بتحضرها؟ لا، ما نعمل شي لها إلي ما كتير بيعني إليها الأصاص أفضل ضني مع العيلة نسهر مع بعض ما بتعني إلي شي عن رس إذا في حفلة دينية بروح بحضرها شو المشكلة؟ أبروها للا شلع أحلم روح أسهر وطاق حانك وهكي أنا برأيي بالسنة الهجرية والسنة الميلادية ما في فرق الظاهرة هذه التي لا تزال غير مألوفة استدعت استهجان البعض هنا حطين مشروب مفتوح وأكل مفتوح شو المشروب مفتوح؟ جلاب مع صنوبر أصحاب الفكرة يؤكدون أن الفرحة لا يقتصر على فئة مفتوحة معينة من الناس مشيرين إلى أنه لكل طريقته في الاحتفال نحن في لبنان نشتغل على توقيت الميلادي يعني أنا اليوم إذا جاري مثلا احتفل بلاي تراصلنا ندخل بعام جديد ميلاديا أنه أنا شو بقل له أنا مثلا نتابع العام الهجرة ما حدا تتصل فينا من أي جهة شرعية وجاء أنا أنتوا شو عم تعملوا يعني حتى موضوعنا نحن ما فكرنا فيه ببادئ الأمر تجاريا بالسهرات العادية اللي كنا معوادين عليها برأس السنة الناس بتقوم بترقص بأمسي فيها أنشيد دينية شو بيعملوا العالم؟ العالم بيتعشوا وبيتحلوا ممكن نعم الشباب مثلا بمطرح من مطارح يدبك بشأن عائلات قاعد يعني ما في حدا حيقوم يرقصي مولد هو عم بفرح أنا والعالم هي بتفهم شو معنات مولد تفهم شو معنات مولد يعني حتى ما حدا كمان يزيد علينا وشو المشكلة يعني الله بيقول عبدي لا تنسى نصيبك من الدنيا نحنا بنفرح بين بعضنا بما يرضي الله على وقع الأغاني أو الأنشيد يأتي عام ويمضي آخر والتنوع يبقى هو السيد في لبنان بعد شهر ونصف الشهر تقريبا على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة العهد الأولى هل تزال الأجواء الاقتصادية التفاؤلية والإيجابية موجودة؟ قبل أيام من انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية في الواحد وثلاثين من تشين الأول وبعدها بأيام غلبت الأجواء الإيجابية على كافة القطاعات في البلاد السياسية منها والاقتصادية أيضا ولأن هم المواطن لقمة عيشه أمل خيرا بالانتخاب وبالحديث عن تأليف حكومي سريع تحت شعار أنها حكومة انتخابات إنما بعد شهر ونصف الشهر تقريبا هل لا تزال الإيجابية الاقتصادية موجودة؟ برأيي بعده 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 بس عم يدوب تدريجيا ما عدا فيه هلأ كل ما طالت فترة التأليف كل ما تدريجيا ستكون سلبية على هالمراهنتين بعد أسبوعين تتشكل أفضل مما بعد شهر أفضل مما بعد شهرين وبعد إذا أنه يقينا أنه مش القصة على أسبوع أسبوعين السؤال الكبير وهو المخاوف الكبيري مدى هو حول مدى قدرة التوليفات الحاكمة الجديدة منها اللي أجد بالتسفيل الأخيرة وخصوصا القديمة اللي ميزكي المفاتيح إذا كأنا شكوكي بقدرة هالتوليفات على أن تمرق موضوع الإصلاح تسهلوه على الأقل للمرة الأولى من ست سنين بيّن بآخر فصل فائد في ميزان مدفعات وأنا بتقدير مش نتيجة ملء الشغور بالرئاسي بمقدار ما هو نتيجة الهندسات المالية اللي عملها مصرف ونان اثنان الشغل اللي عائدة إلى هالتوقعات تحت الناس أن الأيام أفضل بالمستقبل هو الانتعاش الكبير بالموسم السياحي خصوصا بفترة الآيات حيث تؤشر الحجوزات أنه معدلات الإشغال كتير عالي بالمطاعم الثالث هو بداية يعني بنبين من خلال رخص المساحات المبنية من الرخص على الأقل يعني النواية بأنه يعمر الواحد مش للعمار الفعلي كأنه إلى تحسن بسيط رغم استمرار نوع من الجمود العقاري والتشبع نتيجة غياب طلب فعلي على العقار بسبب واقع مداخيل الناس وواقع المستوى المرتفع لأسعار العقار إذا استمرنا بغياب للحكومة بعد جمعتين وثلاثة جمعة أنا بتقديري ما كنا عم نحكي عنه عشية مجيء الرئيس عون من اتجاه عام انخفاض المؤشرات صح فيتواصل وتستمر بالتالي حقيقة القائلة بأنه بعد عنا فترة ثانية ونصف قبل ما تجي الطعم الكبرى وإذا صنفت حكومة العهد الأولى كعيدية لللبنانيين فالأجدى أن تتمظهر سريعا بهدية ذات قيمة وفائدة بدلا من المماطلة وإبقاء البلاد اقتصاديا وسياسيا في جمود سئم منه المواطنون رشال كرم قناة الجديد اتفاق جديد لإجلاء المسلحين من شرقي حلب يجمل الفوعة وكفرية والرئيس الأمريكي باراك أوباما يطالب بإشراف دولي على عملية الإجلاء أفادت مصادر الإعلام الحربي أن الاتصالات الأخيرة التي حصلت أسفرت عن توصل إلى اتفاق يقضي بإخراج الحالات الإنسانية من بلدتين كفرية والفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي مقابل استمرار بإجلاء المسلحين من الأحياء الشرقية المتبقية في مدينة حلب وتوجهت الحافلات باتجاه البلدتين من معبر الرموسة جنوب غربي حلب بالتزامن أعلنت المعارضة موافقتها لإكمال عمليات الإجلاء من المناطق الخاضعة لسيطرتها في شرقي حلب ووفق مصادرها يقضي الاتفاق بأقطابه الثلاثة المعارضة السورية وروسيا وإيران بإخراج المدنيين المحاصرين والمسلحين من الأحياء الشرقية المتبقية في حلب مقابل إخراج مصابين وجرحة وبعض عناصر المسلحين من الفوع وكفرية وبعض المصابين من مضايا والزبداني وأعلن مسؤول المفاوضات في مدينة حلب الفاروق أبو بكر أن سئناف عمليات الإجلاء سيبدأ عند توفر الضمانات الدولية التي تعمل المعارضة على تأمينها من أجل ضمان سلامة المغادرين وكشف المرصد السوري المعارض عن وجود استعدادات لإخراج أكثر من أربعة آلاف شخص من الفوع وكفرية بريف إدلب وسط أنبائل عن موافقة فصائل مقاتلة من بينها جبهة فتح الشام مقابل استكمال تنفيذ الاتفاق الروسي التركي والبدء مجددا بفتح معبر العملية الرموسة لخروج المحاصرين نحو ريف حلب الغربي بالمقابل رأت موسكو أن عمليات الإجلاء اكتملت وفاد مصدر عسكري روسي أن جميع المدنيين ومعظم المسلحين غذر المناطق المحاصرة بعضهم غذر مصحما بأسرته عبر ممر الإنساني أنشئ لهذا الغرض وأضاف أن النظام سيطر على شرق حلب وأنه يصفي آخر جيوب المعارضة فيها وفي آخر مؤتمر صحفي له خلال العام الحالي قبيل بدء إجازة عيد الميلاد تهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما روسيا وإيران ونظام الرئيس السوري بشار الأسد بذبح المدنيين في حلب مؤكدا أن دماء الضحايا تلطق إيديهم نظام الأسد لا يمكنه الحصول على شرعية بالدماء العالم لن ينسى ولا بد من نشر قوة مراقبة دولية لمراقبة الوضع تنظيم عمليات الإجلاء أعترف أن القضية السورية واحدة من أصعب القضايا التي واجهتها خلال وجود في السلطة وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات الوضع في حلب وأكدت المندوبة الأمريكية سامانتا باور دعم بلادها إزدار قرار دولي لنشر مراقبين لتأمين الإشراف على عمليات الإجلاء من حلب مراجحة تصويت المجلس نهاية الأسبوع على القرار بعد الفصل المناضلة تغني المناضل أهلا من جديد تكريم المناضل غازي عاد في ذكرى مرور أربعين يوما على رحيله بالتزامن وذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت لجنة تكريم غازي عاد احتفالا تكريميا في ذكرى مرور أربعين يوما على وفاته في المكان الذي أقام فيها الراحل مع أهالي مفقودي الحروب وضحايا الإخفاء القصري أي في خيمة جبران خليل جبران أمام مبنى الأسكوة الاحتفال حمل شعار راح المناضل وبقي النضال حضره رئيس الجمهورية ومثلا بالنائب حكمة ديب واستهلا بدقيقة صمت عن روح الراحل وعرض فيلم انتضمن نشاطاته ولقاءاته وتصريحاته عن قضية المفقودين والمخفيين قصرا ثم كانت كلمة وتحية للراحل بصوت الفنانة أماما الخليل غازي كان يحب عصفور طالب من الشباك وهذه الأغنية الأشعر اللائلة بتمنى وما بكون زعلانة أبدا إذا بيجي يوم من الأيام بيندفي سبب غنائي لهالأبن تحية لغازي راح قول عصفور طالب من الشباك وأكيد راح تقولوا معي عصفور طالب من الشباك وقال لي يا نون خبيني عندك خبيني دخلك يا نون خبيني عندك خبيني دخلك يا نون وتخلل الاحتفال إطلاق عريضة وطنية للمطالبة بإنشاء هيئة وطنية للكشف عن مصير المخفيين قصرا وإنشاء بونك معلومات دي ان اي ستنتقل مع سيارة عاد ومع كرسيه إلى المدن والقرى في مختلف المناطق اللبنانية واختتم الاحتفال بإزاحة ممثل رئيسي جمهورية الستارة عن لوحة تذكارية وضعت في المكان تخليدا لذكرى عاد قبيل أسبوع من عيد الميلاد المجيد أضيئت في وسط بيروت شجرة الميلاد العملاقة الاحتفالية التي حضرها مجلس بيروت البلدي ورئيسه جمال عيتاني إلى جانب محافظة العاصمة زياد شبيب شارك فيها أيضا عدد من النواب والوزراء الذين أهدوا الحدث لأفطال بيروت إضاءة الشجرة ترافقت وأطلق مفرقعة النارية أضاءت سماء العاصمة ونزل بابا نوال من الرافعة لملاقات الأطفال الذين تجمهروا في ساحة الشهداء مجموعات تحت مسمى برلمان لكل البلد تنظم اعتصاما للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها مجلس نيابي ممدد لنفسه لمرتين في لبنان والقوى السياسية لا تبالي بهذه الهرطقة الدستورية اليوم وبعد تأليف الحكومة التي هدفها الأساسي تنظيم انتخابات النيابية بقانون جديد بدل قانون الستين نظم عدد من الجمعيات والمجموعات تحت مسمى برلمان لكل البلد اعتصاما أمام بلدية بيروت لتعذر دخولهم إلى ساحة البرلمان للمطالبة بإقرار قانون حديث للانتخابات وإجرائها في موعدها في لبنان محيط ساحة النجمة هو منطقة عسكرية مسكرة مكفلة ونحن هون بقارب نقطع لمجلس النواب نحن نزلنا لأنه عندنا قناعة أن هذه السلطة تتأمر على موضوع التغيير الديمقراطي بمسئلتين أساسيتين بدأت تترك قانون الستين اللي هو بمثل مصالحها حتى ما يكون فيه تمثيل حقيقي لكل الناس بهيدا البلد شبعنا ينجوا أولين بس بتشبهون أولين بس بتثبط عقياسهم وبذات الوقت جينا نقول كمان ما رح نقبل بالتمديد هذا التمديد الثالث لأنه بكل بساطة هيدا اغتصاب المعتصمون رفعوا شعارات عدة من بينها المطالبة بكوتة نسائية في البرلمان شعر الكوتة النسائية لأن اليوم الكوتة النسائية يعني مغتصة بأمره خلي الأحزاب تحفز وتشجع وتبني قيادات نسائية ما حدا ناقصه شي يعني واللافت أيضا الحديث عن اقتراع المغتربين الذي لم ينجز بعد من قبل وزارتي الداخلية والخارجية معلومات نفطول أن وزارة الخارجية بعد ما أعطي التعليمات لسفرات ببلدين الاختراب كرميل لحتى يسجلوا المغتربين بارح بالتحديد بالسفارة اللبنانية بلغ بقطر من يومين يعني راحوا ناس لحتى يتسجلوا إلولون ما عنا تعليمات اليوم هي الامطلاقة لتعرف عن التحالف والله سيتوسع بكل مناطق أحد وأربعون حملة وجمعية شاركت في هذا الاعتصام وأكدت جميعها على أنها لن تسكت عن أي مماطلة في هذا الملف وأن الاعتصامات التي شهدتها البلاد أيام أزمة النفايات قد تعود وبزخم للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية هادي الأمين قناة الجديد صفحة أخبار المحلية متفرقة في هذا التقرير أحيى حزب الوطنيين الأحرار الذكرى الحادية عشر لاستشهاد النائب والصحفي جبران تويني ورفقيه انقولة فلوتي وأندري مراد وكانت كلمات للنواب مروان حميدي جمال الجراح سامي جميل ودوري شمعون ثم لابنة الراحل ميشيل بلنا نقبل بالغلط أن الفساد بسيطة والسيادة إذا انتهكت بسيطة وإذا فيه جيشين بالبلد بسيطة وإذا الديمقراطية معلقة بسيطة وإذا عطلنا الانتخابات بسيطة وإذا أخرنا وعطلنا تشكيل الحكومة بسيطة وكل شيء بسيطة 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 صرنا عايشين بشبه بلد بشبه دولة ما بتمت بيصلة للشعب اللبناني ولا بالشباب اللبنان انتخب رئيس الجمهورية وننتظر ولادة حكومة وسنتوجه مجدداً للمطالبة بكرار سياسي بفتح ملف جبران جدياً لجميع المسؤولين وسنتوجه إلى القضاء لنطالب منه مجدداً تحريك ملف جبران كما يجب في وقفتها الاحتجاجية أمام مبنى التفتيش المركزي طالبت حملة بدنا الحاسب بكشف الفساد في مؤسسات الدولة وأميلت من رئيس الجمهورية لإسراع بتعيين هيئة مكافحة الفساد يا فخامة الرئيس وجوبي عليكم وعدتم فيه وننتظر تطبيقه وبداية التنفيذ بالنسبة لنا إلزام رئيس هيئة التفتيش المركزي بدعوة هيئة التفتيش للانعقاب تفقد اللواء محمد خير أعمال الصيانة على طرقات عكار لسيما طريق كفر ملكي الممتدة من أتسلات حمص الدولي إلى جسر عرقة وتعتبر الشريان الرئيس لمنطقة عكار وتسهمه بتخفيف أزمة السير الممتدة من مفرق ببنين إلى مفرق بأرزلة أنقذت العناية الإلهية عائلة سنبل التي انهار صقف منزلها المتصدع في منطقة الصيدة القديمة ونشدت الأسرة المعنيين المساعدة لترميم منزلها الذي لم يعد صالحا للسكن منذ خمسة أيام تشهد بلدة العبودية الحدودية زحمة شاحنات وسيارات تمتد من نقطة تفتيش الأمن العام اللبناني على حدود مع سوريا حتى أطراف بلدة الشيخ عياش بسبب تأخر الأمن العام بإنجاز معاملات السائقين المغادرين باتجاه الأراضي السورية بسبب عطن في نظام الكمبيوتر وأمل العالقون في إصلاح الأعطال يتمكن العبور إلى الداخل السوري فوجئ عدد من المواطنين الذين يسددون فواتير هواتفهم في فرع أوجيرو صيدة بعدم قبول فئة المائة ألف ليرة اللبنانية والطلب إليهم صرفها خارجا خوفا من التزبير وألسقت على الباب الرئيس لمركز أوجيرو ولقى قتب عليها بسبب التزبير في فئة المائة ألف ليرة نرجو من المشتركين الكرام دفع فواتير الهاتف من فئة خمسين ألف ليرة ومدون وأبدى المواطنون امتعادهم من هذا القرار وطلبوا إدارة أوجيرو العودة عنه ميشيل جبور يحذر من مغبة المحاصصة ويشدد على ضرورة الحفاظ على صرح لبنان المساحي المتمثل بكرسي بعبداء لمناسبة الأعياد المجيدة أقام عضو المكتب السياسي الكتائبي السابق ميشيل جبور عشاء الميلاد لفعاليات وأبناء الأشرفية مشددا في خلاله على روحية العطاء في هذه الأجواء وتطرق في كلمته إلى السياسة بتشبيه السياسيين اللبنانيين بأبناء الأفاعي الذين تحدث عنهم السيد المسيح وبالفعل أولاد أفاعي لأنه من بعد ما كان عندنا وقت طويل سنتين ونص ما فيه رئيس جمهورية كان كيف في حكومة فاسدة وقبله كان في حكومات فاسدة لما صار فيه رئيس جمهورية يبطل في حكومة بلشوا يتنازقوا بلشوا يتقاصموا الحصص جبنة بدون يأكلوا من الكل الخوف مش إنه بس على الحصص ولا على الجبنة الخوف على البلد الخوف على كرسة الوحيدة بالشرق الأوسط للمسيحيين الوحيدة ولما بيكونوا مسيحيين لبنان بخار كانوا مسيحيين مشرق بخار أنا برأي كرسة رئيسة الجمهورية إلى حد ما بتشبه كرسة بكركة سنتين ونص علولنا قلبنا كان لبنانية مين بدو يجي رئيس جمهورية بالنهاية إجا رئيس إجا رئيس بس للأسف غير إنه عم يتنازعوا على الحكومة صرنا عم نسمع بالإعلام كلام عم بهين موقع هالكرسة وعم بيخفف لها من هيبطة لموقع هالكرسة شو هالبلد هيدا هيدول أفاعي أنا برأيي هيد الحصص يلي عم يشتغلوا عليها هي سيئة النية جدا جدا لأنه غير إنه الوريس رئيس جمهورية كل عمرنا منعرف كان يجي بإرادة إما دولية إما عربية اليوم ما حدا مننا عارف مين جيبها الرئيس للأسف ما حدا كل واحد عنده كتلة من نابين أو ثلاثة بيقلك أنا جبت الرئيس وبدي حصة أربع خمس وزراء مفروض مجلس الوزراء لا يرضيون يكون مئة وثمانية وعشرين وزير من وين بدون يجيبون هيدا عار وتحدث جبور عن المساعدات الطبية والغذائية التي تقدمها مراكزه لعدد كبير من الأبناء الأشرفية بالوقت اللي العالم بيجربوا جوعونا نحن هالنقطة هايدي اللي عم تجرب ترطب المشفيفنا ولفت جبور إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيش من جراء الدين العام المتراكم على لبنان والتي يستغلها السياسيون لتقاسم الجبنة فيما بينهم السفيرات الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس تفتتح معرض تراث الفلسطيني تحت رعاية السفيرة الأممية لنشطات برنامج معا نحو تنمية مستدامة العامل ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في لبنان تتحت السفيرة سلوى غدار يونس المعرض الحرفي للتراث اللبناني الفلسطيني الذي أقامته جمعية حماية حقوق الإنسان في القاعة الزجاجية لوزارة السياحة وشجعت السفيرة يونس الحرفيين وإبداعاتهم التراثية عبر شرائها العديد من منتجاتهم الفنية التي لا تقدر بثمن نظرا لإتقانها الحرفي وقد تتغير الوجوه وتتبدل المعالم ويتغير الفعل إنما تبقى الأفعال والأعمال والنشاطات واحدة وهي التنمية والتقدم والتطور ومساعدة المحتاجين والاتكال على الذات من خلال الإنتاج الشخصي أكان عبر أعمال حرفية تراثية أو فن تشكيلي أو عبر المنتجات والصناعات المحلية وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صودف في هذا الشهر كان للشرف بالوقوف معكم وبينكم افتتاح المعر الحرفي في بيروت جاء بعد مشاركة سفيرة يونس بناء على دعوة رسمية ضمن فعليات دبي في قمة المعرفة الحاضر والمستقبل التي تنظمها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم وكذلك في القمة العالمية لرئيسات البرلمونات الذي عقد في قسل المؤتمرات في أبوضبي بعد الفاصل اغتيال مهندس الأباب أهلا بكم من جديد أعلن الجيش التركي مقتلى 13 عسكريا وإصابة 48 في تفجير استهدف صباحا حافلة تقل جنودا أمام أحدى الجامعات في مدينة قيصر وسط البلاد وقال الرئيس الوزراء التركي إن الانفجار نفذه انتحاري فيما فرض مكتبه تعتيما على تغطية الانفجار ودعا وسائل الأعلام إلى الامتناع عن نشر ما يمكن أن يسبب الهلع بين الناس ما قد يخدم أهداف المنظمات الإرهابية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن حزب العمال الكردستاني مسؤول عن الهجوم بسيارة ملغومة فيما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المواد المستخدمة في الهجوم مشابهة لتلك المستخدمة في تفجيري إسطنبول الأسبوع الماضي والذين أسفر عن سقوط أكثر من أربعين قتيلا محمد الزواري مهندس تونسي تعاون مع المقاومة الفلسطينية في مشروع تطوير طائرات من دون طيار كان خلف تحديث طائرة أبابيل واحد الخاصة بحركة حماس والتي قامت بمهام استطلاعية عدة في الأراضي المحتلة ضد العدو الزواري اغتيل أمس الأول جنوبي تونس محمد الزواري شهيدا ست طلقات أفرغت في رأس مهندس طائرات أبابيل فر القتلة تاركين خلفهم أدوات الجريمة فيما أعلن المدير العام للأمن الوطني بعد ساعات من الجريمة استقالته وضجت وسائل الإعلام التونسية بالخبر تبين إنها السيارة لتم استعمالها لقتل الضحية محمد الزواري البالغ من العمر تسعة وأربعين عاما هو رئيس جمعية الطيران في الجنوب التي كانت تدرب الشباب التونسي على تصنيع طائرات من دون طيار الجمعية طبعا تأست بداية 2013 الفكرة كانت حول إعادة أحياء الهوية الهوية الطيران في تونس اللي كانت موجودة قبله ثم اندثرت نوعنا والجمعية كان لها بعضين بعض طيران نموذجي اللي هو الطيرات الصغيرة المتحكمة عن بعض أما القناة العشرة الإسرائيلية فذكرت أن الزواري كان قد توجه إلى سوريا عام 1991 ونسج علاقات مع حركة حماس علما أنه خلف تحديث طائرات أبابيل واحد الخاصة بحركة حماس والتي استخدمتها في عمليات الاستطلاع مع العدو الإسرائيلي وقد تمكنت الوحدات الأمنية التونسية من اعتقال شخصين يشتبه في صلتهما بقتل الزواري فيما تم العثور على السيارتين والمسدسين الذين استخدما في جريمة القتل وقد أصدرت كتائب عز الدين القسام بيانا انتهمت إسرائيل باغتيال المهندس الزواري لافتة أن الراحل انضم منذ عشر سنوات إلى صفوف المقاومة الفلسطينية متواعدين بأن دمى الراحل لن يذهب هذرا ونبقى الآن مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع الديار التي عنونت ثقافة الطبقة السياسية المنحطة تعطل التأليف الوضع الاقتصادي تأثر سلبا والثقة والأمل بالعهد يهتزان الحكومة ستولد ثلاثينية الأسبوع القادم وتضم كافة الأطراف ننتقل إلى صحيفة المستقبل المعارضة تتهم إيران وميليشياتها بتعطيل الإجلاء السعودية لوقف المجازر البشعة في حلب طهران أحوازيون يهتفون ضد الأسد ننتقل إلى الحياة تعثر إجلاء المدنيين من سقيع حلب والحصار وأيضا في الحياة كريف الرياض اليوم لمناقشة الأزمة اليمنية فرق انتحارية جوالة تستهدف الجيش لعنة الإرهاب تقتل ثلاثة عشر جنديا تركيا نختم مع الشرق الأوسط التي عنوانت فصائل سوريا بارزة تندمج في كيان متشدد قلق تركي من تصاعد الهجمات بيرت ترامب لا يسمح لإيران بالانتصار كان في النشرة الأطفال مفخخات متنقلة للجماعات الإرهابية المبدأ بالنسبة للأولاد أن يفجروا عن بعض فحوص الحمد النووي لأهالي العسكريين المخطفين بين السلبية والانتظار أبلغت عبر مصدر بالمستشفى العسكري أنه هود العينات مش لإلنا نحن نحن بانتظار هذه النتائج اللي ممكن بعد تاخد يومين ثلاثة أربعة ممكن تمد لأسبوع استقبلوا العمل جديد وفق الطريقة الشرعية اتفاق جديد لاستكمال جراء المدنيين من حلب ختم نشاتنا الصباحية لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد على الفيسبوك الجديد وعلى تويتر الجديد شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء عند العاشرة والنصف من الحدد